ينضم معنى من أسطنبول الكاتب الصحفي منهل باريش ألم بك سيد منهل إلى هذه النشرة من قناة الإخبارية حسب تصريحات مسؤول تركي فإن تركيا اقترحت على واشنطن انسحاب الوحدات الكردية إلى شرق الفرات برأيك ما هي فرص تحقق هذا الاقتراح خاصة بعد الحديث عن تنسيق ما بين نظام الأسد والأكراد للدخول إلى عفرين نعم حتى دعني أشير أن المفاوضات الجارية بين وحدات حماية الشعب الكردية من جهة وروسيا أو موسكو من جانب الآخر لأن موسكو هي من تقوم بالمفاوضات بشكل مباشر وليس النظام السوري لم يتوصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الوحدات لأن موسكو والنظام كانت تسليم السلاح إلى النظام السوري وهو ما قبل بيرفض من وحدات حماية الشعب الكردية لكن أعتقد أنه بشكل أو بآخر سيصل أو يفضل وحدات حماية الشعب الكردية عقد اتفاق صلح بشكل أو بآخر ودخول النظام السوري إلى منطقة عفرين على تقدم فصائل الجيش الحر والجيش التركي في عمق عفرين هذا أصبح واضح ويبدو أن هذه المباحثات أيضا جعلت الجانب التركي يرتاح قليلا من تهديد أمنه القومي من وحدات حماية الشعب التي يصنفها كمنظمة إرهابية وهي الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني من وجوده في عفرين الآن المفاوضات بدأت تنتقل إلى المنطقة الأخرى وهي منطقة منبيج هي المنطقة الأخيرة تقريبا الواقعة في غرب نهر الفرات حيث منطقة النفوذ الروسية أعتقد أنه سيكون الأتراك جد سعيدين لو تقبلت الولايات المتحدة الأمريكية نشر نقاط مراقبة في منبيج لكن أعتقد وهو من الواضح أن مصير منبيج سيكون كمصير عفرين دون شاك ستفضل وحدات حماية الشعب تسليم منبيج بشكل أو بآخر إلى النظام السوري ووضعها تحت النفوذ الروسي على تسليمها إلى تركيا هذا أصبح واضح الخلاف كبير جدا بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكري ووحدات حماية الشعب مع الجانب التركي ويبدو أن التركيا لا تريد أن تقبل بوجوده بأي شكل من الأشكال على كامل حدودها الجنوبية لكن سيد من هل مع سوريا الممتدى لتسعمائل كيلومتر في حال دخلت قوات الأسد إلى عفرين أو إلى مناطق أخرى أين سيذهب الأكراد في هذه الحالة؟ أعتقد أنه كان هناك سوء تقدير كبير منذ نحو عام ونصف من وحدات حماية الشعب عندما تدخل البنتاجون لعملية وساطة كبيرة كانت تجري بين الوحدات من جهة وبين فصائل الجيش الحر المدعومة من البنتاجون وعلى رأسها لواء المعتصم الذي تلقى دعما من البنتاجون بشكل مباشر إضافة إلى فصيلين آخرين هما فرقة الحمزة واللواء 51 مستقل رفض الأكراد بهذا الشكل تسليم المنطقة الممتدة من نغلة رفعت إلى جنوب مرارع 14 بلدة كبيرة رفضوا تسليمها إلى فصائل الجيش الحر وفضلوا إدخال القوات الروسية أعتقد المسألة معقدة جدا إن تم دخول النظام السوري إلى عفرين هذا سيعني بكل تأكيد سحب المقاتلين إلى منطقة شرق نهر الفراد وإبقاء النظام السوري متحكما بالكرد المدنيين في منطقة عفرين لدينا أكثر من نصف مليون مواطم من الأكراد السوريين موجودين في عفرين سيقوم النظام السوري مجددا بالتحكم برقابهم وهذا أعتقد من السياسات الخاطئة التي ارتكبتها وحدات حماية الشعب الكردية وهو نفس المصير أعتقد الذي وجهها بهم بعفرين سينتقل إلى منبيج بكل أسف وسيدخلها النظام السوري ولن يقبلوا بدخول القوات التركية أو جعل المقاتل مراقبة تركية مشتركة مع الجانب الأمريكي بكل تأكيد الكاتب الصحفي منه البريش شكرا جزيلا لك حدثنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك